شكراً سهرة الفضل لنمر إذن لدائرة انتخابية جديدة معانا هذا المساء في لقاء الخميس 26 جرام في 2023 نرحبه بسيدة سعاد بن عبد الرحمن مرحبا بيك لسعاد عايشك مساء النور ليك ولكل المشاهدين على قناة الوطني عايشك شكراً ليك واسي سوفيان بن حليمة مرحبا مرحبا بيك وشكراً على الاستضافة منورنا سوسة حمام سوسة أكودة إذن انتبهوا معانا ركزوا معانا ناخي بي سوسة حمام سوسة أكودة نبدأوا بالسؤال بها نتعرفوا على الجزادة التعريفية لكل من ضيفينا الأستاذة سعاد بن عبد الرحمن وكذلك السي سوفيان بن حليمة نتبهوا مع بعضنا تفضل سوفيان بن حليمة مترشح عن الدائرة الانتخابية حمام سوسة أكودة من ولاية سوسة يبلغ من العمر 36 سنة متحسل على الشهدة الوطنية للمهندسين اختصاص هندسة مدنية مهندس مستشار في الهيكل والبنية التحتية وشبكات ابن المنظمة الكشفية وناشط في المجتمع المدني والجمعيات تحسل على 1290 صوتا في الدورة الأول أي بنسبة 25.94% سعاد بن عبد الرحمن مترشحة عن دائرة الانتخابية حمام سوسة أكودة من ولاية سوسة متفقيدة مركزية للمصالح المالية ومتحسل على الأستاذية في الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اختصاص إدارة ومالية عمومية مكونة في تكوين وإنشاء المشاريع معتمدة من طرف منظمة العمل الدولية ضمن برنامج أبدو حسن مشروعك رئيسة مصلحة متلفة بوحدة محاسبة ورئيسة لجنة المراقبة المالية لتعاونية وزارة المالية عضوة باللجنة الإدارية المتناصفة بوزارة المالية تحصلت على 1427 صوتا في الدورة الأول أي بنسبة 28.69% هذا مذن البطاقة التعريف كل من سعاد بن عبد الرحمن وصوفيان بن حليم أمورش حي دايرت حمام سوسا أكود نبدأ بالسؤال الأول نبدأ معك سيدة سعاد عبد الرحمن باختصار ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا كمترشحة لعضوية مجلس نواب الشعب عندك دقيقتين وفي العشر ثوانية الأخيرة يكون يرن الجرس تفضل شكرا بالنسبة للمستوى الوطني أكيد هناك عديد النقاط المهمة ولكن سأختصر يعني مش نمشي للنقاط المهمة أول حاجة هي تعصير الإدارة أو إصلاح الإدارة التونسية ورقمنتها اليوم نشوف أنه المشاكل اللي نشوف فيها في تونس مع الإدارات ومع المؤسسات واللي هي مرتبة بكل المجالات موضوحة هو رقمنت الإدارة هذا اللي مشي خلينا نمشيه نحو الاستثمار هذا اللي مشي خلينا نصلحه المجال الاقتصادي هذا اللي مشي خلينا نصلحه المجال المالي اليوم نحن في حاجة إلى تجميع كل المعطيات في برنامج وحيد نلقاه في مؤسساتنا العمومية كل مؤسسة عندها برنامج خاص سواء برنامج الخاص بالأجور البرنامج الخاص بالصفقات العمومية البرنامج الخاص بكل ما هو مراقبة مالية وغيرها اليوم جاء الوقت باش نتوجه نحو برنامج وحيد تجمع فيه كل المعطيات هذه باش المواطن ساعي واللي قادر انه هو يدخل ويكون فما ولوش سهل للوسائط والبرامج الادارية ويتبع ملفه من اول يوم انه يحط فيه في الادارة الى ان يتم اعتماد الملف او ازداء الخدمة من طرف المؤسسة بالنسبة للنقطة الثانية هي العدالة الجبائية وما ادراك ما العدالة الجبائية هناك خاصة انت هو في الوقت الحالي صحيح قانون المالية جديد خل الناس تتقلق شوية وتحس انه هناك توجه نحو ضغط بالعكس جبائي وهو وليد الوضع الراهن لبلادنا والوضعية المالية انا نقول والمالية العمومية كأنها المنزل الخاص بنا العائلة الصغيرة شكرا لك أستاذ سعاد بن عبد الرحمن سي سوفيان بن حليمة نفس السؤال باختصار ما هي أبرز ملابح برنامجك الانتخابي كمترشح لعضوية مجلس نواب الشعب بالنسبة لبرنامج الاقتصادي ان شاء الله نحكيه على الصناعة بالصناعة نحبه نعملولها تشريعات خطر نأكد على الدور الرقابي والتشريع للمجلس النواب رجلنا نسنوا تشريعات نحثوا على الاستثمار نحثوا على جلب المستثمر الأجنبي نحلوا الأبواب ونسهلوا الإجراءات للشركات المتوسطة والشركات الصغرى والشركات الناشئة كذلك فيما المبادرة جديدة لهبطتها الدولة هي الشركات الأهلية أنا نتصور حق تحقل النمو به مش تسرع في إنجاز الصفقات خاصة الصفقات العمومية الصغيرة نوعا ما إن شاء الله يتفعل المبادرة هذه تصير عليها تكوين وفورماسيون للأصحاب الشهايد وإن شاء الله حتى ممكن تدخل في التعليم العالي في محور صغير قريوم راه وتنجم بالشركات الأهلية راه وتنجم تحركك وتمشي وتربح وتنفع دولتك وتنفع بلادك وتزادة تستنفع أنت ونجمه نحضهم البطالة كذلك فما السياسة النقديمة على البنك المركزي اللي هي تمنع برشة زملاء وبرشة مهندسيين وكفاءات يخدموا مع الشركات الأجنبية بالفريلانس وما ينجموش يخلصوا عملت لهم برشة مشاكل هذه مضى بنا زادة كيف كيف المجلس إن شاء الله مضى بنا نحلوها ونصروا على يكون العملية شفافة ما نضروش المخزون الآن عن العملة الأجنبية البلاد التونسية كذلك الولاد هذين مكنوهم باش ينجموا يخلصوا وتبدأ أمورهم قانونية قدام الواحد ما تفكش فلوسهم كذلك كيف كيف نحاول نوفر البايبال شكرا لك سي سوفيان بن حليمة نمر للسؤال الثاني السؤال الثاني أولا على الأسادة سعاد بن عبد الرحمن تدميز مناطق حمام سوسة وأكودة بطبحة السياحي الخالص هل من مقترحات لدعم القطاع والحفاظ على السمراريتو وجودته في ظل التضرر لشهد القطاع هذية جراء أزمة كوفيد وغيرها من الأزمات المتلحقة أكيد جدا هو الديرة حمام سوسة أكودة هي طبحة سياحي وهذا يرجع الموقحة اللي هو على الشواطئ وتاريخيا عن تخدمة برشة في السياحة ولكن مؤخرا وخاصة جائحة كوفيد خليت بالحق السياحة تتراجع وعديد من مشغالين فقدوا أشغالهم وفقدوا وظائفهم اليوم الحلول الشنية الحلول أنه ننتجه نحو الاستثمار ونستثمره في السياحة ولكن بطرق جديدة تخلي اليوم السياح قادر أن يجينا وهي السياحة الصناعة التقليدية السياحة الحرافية السياحة الإيكولوجية اليوم ما لا يجب أن نركز فقط على الشواطئ وعلى الفنادق وعلى المدن المتاعنا اليوم ما لازم نخدمه على طابحهم التوجه لازم يكون هناك طابع لحمام سوسة طابع لمدينة أكودة وإن شاء الله يكون هناك طابع أيضا لمدينة شعلي بلدية شاط مريم وهي منطقة تفتقد لكل المرافق إن شاء الله رغم أنها موجودة على البحر ولكن ما زالت لحد الآن لا تشغل حقيقة السياحة إلا السياحة الداخلية في فترة الصيف الحلول الأخرى أنه اليوم ما ندفع الشباب أنه هو يستثمر في المجال السياحي وشبابنا قادر اليوم ولكن تنقصه الخبرة تنقصه التمويلات وتنقصه الرؤية وإتاحة الفرصة خاصة وهذا اللي إن شاء الله بش نخدم عليه وخاصة بتوفير كل ما يمكن أن يسهل عليهم إنهم اليوم يدخلوا في المجال السياحي إن شاء الله رؤوس الأموال في الجهة أيضا يخدموا مع الشباب هذو ما ويشاركوهم ويكونوا هم القدوة لهم ويساعدوهم في إنهم ينميوا المنطقة إنهم يغيروا فيها وإنه يشوفوا المجال السياحي متطور أحسن من مكان شكراً أستاذ سعاد بن عبد الرحمن سيسوفيان بن حليمة نفس السؤال تتميز مناطق حمام سوسة وأكودة دائرة الانتخابية لانت تمثلها بطباح السياحي الخالص هل من مقترحات لدعم القطاع والحفاظ على استمراريته وجودته في ظل التضرر اللي شهدوا جراء أزمة كوفيد وأزمة أخرى مدى لاحقة والحقيقة طابع سياحي خالص للمنطقة وطابع سياحي صحيح لكن مش خالص عننا الفلاحة عننا الصيناء عننا مناطق صينعية متاعنا عن الحرافيين سؤالنا عن سياحة الآن لكن بالنسبة للسياحة هي تمثل 6.5% من نتجة الداخل للخام متاع تونس وبالنسبة للمنطقة متاعنا تمثل أكثر بالنسبة للسياحة متاعنا نجمش شجعاً لسه ما ارتو واحنا دجال قطاع يعاني في أزمة إذا قطاع في أزمة رأي المستثمرين ما شبعدوا لي نحن لازمنا لمعصور تونس لازمنا نقوم بمعارض بتظاهرات مع بلدان أخرين بتعاون مع المجتمع المدني كذلك لازم تونس تهز الحرافيين وتهز المثقفين امتاعنا والفنانين امتاعنا والمبدعين يوريوا صور التونس الحقيقية يوريوا ثقافة التونس الحقيقية السائح الأجنبي كيرا هذه الميزات التي تميز بها البلاد يحاق يولي يرجع ويولي يجي ووقتها تولي انتعش قطاع سياحة وترجع بطبيعة الاستثمارات وترجع حتى المشاريع تعاود تتحلوا فم مشاريع تسكرتي دي جا يعاود ويحلوا يعاود ويرجعوا ويخدموا على رواحهم ويعود النشاط للسالف عهد كذلك نحرصوا باش نحاولوا نوفروا الموارد اللازمة للأمنيين اللي موجودين غاديك لازم السائح يبدأ يمشي ويدور لازم يحس بالأمان يحس للبلاد مأمنة خصوصا بعض العمليات صارت الرهابية وليشوهت الناس ومتاعنا وصارت لها بروباجندا كبيرة لتونس معتش أمنة تونس بلادنا آمنة زادة كيف كيف نحن نتلها ونوفروا الأمن ونوفروا كل شيء تمشي بالنسبة للأمن السائح كي بدي يدور في البلاد حتى ينجم يدور حتى في وصل البلاد في المدينة العتيقة في الأماكن الثقافية في المتاحف شكرا لك سي سوفيان بن حليمة كانت هذه الجبلة الأولى من الأسألة فاصل ونعود للجولة الثانية انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية بش تكون هالا حد 29 جان في 2023 مراكز ومكاتب الاقتراع يحلو ثمانية متعة صباح وسكرو ستة متعة عشية وباش تعرف مركز الاقتراع اللي باش تنتخب فيها اضغط على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف الوطنية دياسة للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ 18-14 أو زيارة موقع الواب ايزي بوانتيان أو صفحة الهيئة على الفيسبوك الهيئة العلية المستقلة للانتخابات انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب الدورة الثانية نختار لمثلني شكرا إذن نمر للجولة الثانية من الأسألة نلقى عليك السؤال سي سوفيان بن حليمة سؤالنا الثالث في لقاءنا هذا المساء ونذكر سيدة المشاهدين اللي تحقبين الآن نحن نتحدث مع مورة شحي دائرة حمام سوسة أكودة سوسة سؤال يقول تحيين مثال التهيئة العمرانية وتعصير شبكة التطهير والحد من مشاكل توزيع المياه والتلوث مطالب متكررة من أهالي الدائرة اللي انتم تبثلوها اللي هي حمام سوسة أكودة شو مقترحاتك في هذا الخصوص؟ بالنسبة لبثال التهيئة العمرانية احنا عنا برشة أراضي فلاحية لحقيقة سعر المتر ومتع الأرض الغلاء برشة بناء فوضوي المنطقة هي منطقة ساقوية عمومية ممنوع فاها البناء لكن صار البناء وصارت فم الأحياء وتحلت الكياسات البلدية ما تنجمش تدخل لازم المنطقة هيكي تخرج من تحت يد الفلاحة وتدخل فيه مثال التهيئة العمرانية ووقتا نجمونا الدخل ونحن ونجمونا نعمل الكياسات ونعملو شبكات التطهير ونعملو شبكات المياه التزويد بالمياه بالنسبة لنحن بلدية شاطماري ما تعالى موضوع اوه بارتي خرجت من عند الفلاحة ودخلت صحة ومان جاذباهي وان شاء الله يكون زادة كيف كيف نحاولو نخدمو على الموضوع نحاولو نخرجوه كيف كيف بالنسبة لشاط مريم لانه مشكلة لحمادة صارت مشكلة واعتراضات كبيرة من السكان على التقسيم متاحها أولو بروجيت أنكور زادة كيف كيف وقاعد يمشي نحاولو زادة نسرع في الأمور نصرعوا في البروسيدور نصرعوا في إصداء الصفقات للفورنيسور المزاودي بالنسبة كيف كيف للمشاكل توزيع المياه مشاكل توزيع المياه كيف كيف مربوطة بالمثال تهيئة العمرانية إذا الكياس ماهوش مصادق عليه شارك توزيع المياه بتنجامش تعدي الشبكة الخاصة به كذلك ينجم يصير فما اعطيرها ذات من السكان خاطر مش تكون فما أراضي ببنية وقبلها أرض فلاحية كيف كيف الطرقات ماهيش مش تكون متعدي بالنسبة لشبكة التطهير لازم الإسراع في إنجاز المشاريع اللي هي قاعدة موجودة وتخصيص اعتهادات للشبكات المنظرة شكرا لك سي سوفيان بن حليما نفس السؤال نطرحو على أستاذة سعاد بن عبد الرحمن أستاذة أي خلول تدعم تحيين مثال التهيئة العمرانية وتعصير شبكة التطهير والحد من مشاكل توزيع المياه والتلوث ومطالب هي مطالب متكررة من أهالي الدائرة اللي أنت يتمثلها شو مقترحاتك في هذا القصوص أكيد هي مطالب يومية نسمعوها خاصة في فترة الحملة حسب رأيي الحل بالنسبة للنقطة لولا هو أولا مراعاة الطابع الخاص بالجهة نحن عندنا طابع هناك الأراضي تكون إما فلاحية وإلا سقوية أو أراضي صالحة للبناء هنا اختلط الأمر خاصة منذ سنوات خاصة ممكن نحكي على منطقة شط مريم لم يكن بها بلدية كانت تطبع بلدية أكودة فأكيد اختلط فيها البناء العشوائي في الأراضي السقوية وفي الأراضي الفلاحية اليوم فم مشكلة عقاري الحل هنا هو إيجاد حلول المشاكل العقارية سواء بحمام سوسة بأكودة أو بشط مريم الحفاظ على طابع الفلاحي هذا لازم نراعيه لأنه اليوم المنطقة معروفة بالإنتاج الفلاحي وبالنشاط الفلاحي ولكن لما نشوفوا أنه المنطقة العمرانية اختلطت ولم نعد نفرق بين أين المجال الفلاحي والمجال السقوي اليوم لازم إعادة مراجعة الأراضي هذه وإعادة حدودها مع مراعاة عدم التفريط في الأراضي السقوية والتشجيع على الفلاحة بالنسبة للموضوع التلوث أكيد المد بشبكات التطهير خاصة في منطقة شط مريم التي تفتقد شبكة التطهير والتي أصبحت ضرورة قصوى خاصة أنه نحن لاحظنا في السنوات الأخرى أنه هناك تلوث في مياه البحر يعني أغلب المؤسسات خاصة التي هي موازية للشواطئ لم يكن أخر أنه يتم تحويل الفضلات له غير البحر بطريقة قانونية أو غير قانونية اليوم هذا هو الإجراء الذي يجب أن يتم أن نتجه نحو معناتها مد شبكات التطهير بكل منشط مريم بأكودة أيضا في منطقة شط الرمان وخاصة بالنسبة لشط الرمان هناك طابليت الواد لأن الواد قاعد يسبب فيه إشكالات بيئية وتلوث كبير في المنطقة شكرا سيدة سعد بن عبد الرحمن نمر للسؤال الرابع سؤال الرابع يقول أي حلول سيسوفيان بن حليمة تدعم المؤسسات الناس ظروف الاقتصادية ومشاكل اليد العاملة والضغوط التنفسية خاصة بالنسبة للحلول نحن القطاع الضرر قطاع الشركات بالخص الشركات الصغرى وبعدها المتوسطة لحقيقة جاءت كورونا ظرت برشة شركات برشة أغلقت أبوابها وبرشة قاعدة مثقلة بالديون نحن لازم نحصلهم دعم إما إعفاء الشركات الصغرى من بعض الديون كذلك إعفاء الشركات الصغرى من بعض الديون كذلك إدولة الديون من شركات خصوصا كي تبدأ ديون ذات قيمة عالية كذلك لازمنا نوفر خطوط تمويل خطوط تمويل هذه تكون سهلة الإجراءات وفي أسرع وقت لأنه إذا تطولوا في الإجراءات يتنجم الشركة تسكر وتفلس وإحنا ديجا بيزا لم أخذاش القرضة متاع هذا بالنسبة للحاجة الأولى بالنسبة للحاجة الثانية هي تسهيل تسهيل وفتح الأبواب للشركات هذه باش تكون شركات مصدرة وتنجم تاخو بلاسة في الأسواق العالمية نحن عنا خدمات باهية قد مفاهة عنا بضاعة باهية عنا شركاتنا عندها إنتاج من جودة عالية جدا لكن المشكلة الكبيرة اللي عنا صعوبات في الوصول لهذه الأسواق وباش نعرفه برواحنا نحن نقترحه اللي المجلس يوفر ميزانية خاصة للشركات هذه باش تنجم تشارك في المعارضة الدولية نحن فهم برشة معارضة موجودة في فرنسا، في طاليا، في أوروبا، في صين هالمعارضة هذه تمشي لها ميكش مش تلقى شركات تونسية موجودة الشركات لازمها تكون متواجدة إنتاجها تعرف بالكفاءات اللي عندها بالنسبة لنحن إذا دخلت خلنا في المجال هذي مش تكون عنا حاجة كبيرة مش يوفروا لنا العملة الصعبة ووقتها مش تولي طاقة التشغيل أكثر من تخدم عجز فوق المحل إن شاء الله سي سوفيان بن حليمة شكرا أستاذ السعاد بن عبد الرحمن أي خلول تدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة اللي تعاني صعوبات مختلفة من تغير الظروف الاقتصادية ومشاكل اليد العاملة والضغوط التنافسية حسب رأيي الحل الأول هو أنه نواصل في دعم هذه الشركات اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة لديها ديون كثيرة خاصة بعد جائحة كوفيد الحل أنه نتوجه نحو إتاحة تسهيلات تسهيلات خاصة في مجال استخلاص ديونها جدولة الديون هذه بما يسمح بمواصلة نشاطها دون إفلاسها إنقاذ المؤسسات وتركيز إطار للمتابعة والتكوين والتأثير بما يسمح أن الإطارات اللي موجودة فيها اليوم تقدر أنها تواصل تشتغل وتحسن في النسقم تالإنتاج متاحها ولما لا؟ لو هناك إمكانية أن نجمع شركة أو جزوز شركات أو حتى مجموعة شركات تشتغل مع بعضها اليوم التوجه يجب أن نكونوهم يجب أن نفتحوا لهم أيضا المجال في التعامل مع المؤسسات خارج تونس نسمحوا اليوم للشركات أنها تتعامل بالفريلانس تتعامل بما يسمى بالبيبال أنه تضييق على مجال استعمال التعامل مع المؤسسات خارج تونس خلي عديد الشركات وعديد الشباب اليوم ما يقدرش أنه يواصل في نشاطه ونحن نشوفه في التطور اليوم التكنولوجي إن شاء الله كأعضاء في مجلس النواب نمشيوا في الخط هذا أنه اليوم ندرسوه بما يسمح أنه لا نذهب تجاه التضييق ولكن نسمح على الأقل في الإطار القانوني أنه الشركات اللي هي عندها المعارف الجبائي متاحة واللي هي مسجلة في وزارة المالية أنه يكون عندها حتى ولو بحدود معينة ولكن بدون التضييق عليها هذا بشي يمكن أيضاً ليس فقط الشركات الصغرى والمتوسطة ولكن أيضاً الشباب اللي هم اليوم بطالة وما همشي لقين خدمة ولكن هم عندهم الذكاء متاحهم قادرين يستثمروا فيه شكراً وستاذة سعاد بن عبد الرحمن سؤالنا الخامس والأخير لدائرة حمام سوسا أكودا السؤال نلقيها عليك سيسوفيان بن حليمة أولاً ما هي قراءتك للاقتصاد الموازي؟ وكيف يمكن التعامل معه ليعود بالنفع لمنظومة الاقتصاد الوطني وهو الذي يستثقر بأكثر من نصف اليد العاملة في البلاد يشكل حوالي 53% من الناتج الداخلي الخام هذا المعلن ممكننا أرخبتك ذلك تفضل هي أكثر لحقيقة نتصور في 60% موجودة بالنسبة للسوق الموازي السوق الموازي للتحريب لازمنا نحاول نسهله في الإجراءات هي العبادة لواش تلجع نحن نمشي لسبب المشكلة سبب المشكلة اللي هي الإجراءات والرسوم النجم نحب نقول اللي هي تعسو فيها شوية في تدخيل السلعة وفي الخلاصات لحقيقة إذا الدولة تحب تأخو موارد من عند لزام بورتاتير ومن عند المصدري نقص في الجباية نقص في الجباية تكون نسبة معقولة وقتها صحيح مش تقل الموارد مش تقل لخلاصات لكن مش تكثر عدد العبادة اللي تحب تمشي ترد روحها من السوق الموازية للسوق القانوني نحن لازم ننسهلول راه هو مختارش إذا قاء سبيل باش يكون في الطريق القانوني وحاجة موافقة للقانون راه ميقولش لا لكن إذا تقصم معه بشطر راه هو معناه يولي يتلز مش يكون خاسر وبالنسبة له قاعدين يخدموا قاعدين رابحين راه مش يتلز زادة مش يترفق في الكونتابيليتي مش يتلزي يحاول يسرق كما نقوله نحن في الفاتورات وفي الوحد كذلك فما رؤوس الأموال فما فلوس منتع كونترا موجودة بكمية ماهولة في تونس احنا ما نشروا فهم يجدخل في الاقتصاد خبية تحت الزليزية بلغتنا العامية احنا هاكي لازمنا نوفروا لهم شروط ما نفكوا لوش فلوسه الكل فما بورسنتاج صغيرة يدفعها ويدخل فلوسه وتدخل السوق متاعنا وترجع الدور في الدائرة الاقتصادية ونجم نستغلوها في التشغيل ونستغلوها في الإصلاحات الكل ونجم نحنا نستنفعوا بها كدولة وكاقتصاد وكا سيولة تكون موجودة عنا في البلاد وان شاء الله هيتم الموضوع هذا ان شاء الله شكرا لك سي سوفيان بن حليمة هذي ايجابتك انتي هذي نشوفه ايجابة سيدة سعاد بن عبد الرحمن تفضل نذكرك بالسؤال ما هي قراءتك للاقتصاد الموازي وكيف يمكن التعامل معه ليعود بالنفع على منظومة الاقتصاد الوطني وهو ليستثقر بنصف اليد العاملة في البلاد ويشكل حوالي 53% من ناتج الداخلي الخام اليوم اينا بش نقول نمشي وساعة نحكيه في اسباب كثرة المواد اللي موجودة اليوم في اطار السوق الموازي وعليش القطاع هذي يخدم في نسبة كبيرة ومهولة كيف حكيت انتي توا اسباب بحسب رأيي هو بالنسبة للسعر يعني ان السعر منخفض مقارنة بالسعر المواد متاعنا في تونس ولكن انخفاض السعر هذا هو نفسه اللي تسبب اليوم في الاضرار بالسوق المحلي وتسبب ايضا في غلق عديد المؤسسات وخسر عديد المؤسسات اللي اغلق اغلقت الحل شنوه الحل اليوم انه نشجع العاملين في القطاع الموازي انهم يمشيوا نحو تقنين انشطتهم ويكونوا في المجال القانوني كيفاش بش يصير هذا فتح السوق فتح السوق ولكن ايضا بقوانين وبإجراءات انه تكون هناك رقابة دون الاضرار لانه لتعرف انتي اليوم السوق الموازي نزل ينجم يدخلك اي حاجة للبلاد هذا هو اللي لازم انت لازم المواد عفوا المواد اللي قاعدة تدخل لتونس والسلاعة اللي قاعدة تدخل ما عندناش عليها رقابة ان شاء الله نمشيوا في التوجه متاع تقنين الدخول السلاع من اي دولة شقيقة او مجاورة عن طريق الدوانة وتشجيع العاملين في القطاع الموازي انهم يمشيوا نحو تقنينها ولكن بفتح السوق وبفتح المجال ايضا للمؤسسات التونسية اليوم انها تكون عندها الفرصة بش تصدر للخارج يعني لم تكون هناك موازنة حقيقية بدون ان يكون هناك توازن بين التوريد والتصدير لاتاحة الفرصة للمحلي انه ما يتيحش في الاسل يوم جزير شكرا لك سعاد بن عبد الرحمن سوفيان بن حليمة شكرا لحضركم معنا نحب نذكر سيدة المشاهدين لسيدة سعاد بن عبد الرحمن تحصلت على 1427 صوت في الدورة الاول اي بنسبة 28.69% في المقابل سوفيان بن حليمة تحصلت على 1290 صوت في الدورة الاول اي بنسبة 25.94% حظ سعيد لكيليكم يوم الاقتراع يوم 29 جنفي قبل من مروا الى دائرة انتخابية جديدة اللي هي دائرة الحريرية تونس واحد نخليكم مع تقرير زميلتنا زهرة فضلي وفقرة الكلمات المفاتيح مهام رئيس مكتب الاقتراع اشتركوا في القناة